بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما كنا متوقعين بتكون شهر سبعة لغاية شهر احضاشر هيبقى في اختلاف كتير وتغيرات في اسعار البطاطس. نعرض لفي بطاطس سبنتات وصلت لتمنتاشر جنيه. لبطاطس التبريد نزد البدري عن المعاد. هنقول اسعار البطاطس مرة تانية وهي بتتراوح من اربعتاشر لتمنتاشر والفلفل الشط الحمراء من تمانية لتسعة جنيه. البصل بقى له فترة كبيرة البصل لحمر خمسة ستة ستة ونص ولبيض سبعة سبعة ونص تمانية. برضو هنرجع مرة تانية للبصل الملوخية من خمسة لآآ تمانية جنيه. اللي اسعاره سبتة بقى لها فترة آآ كبيرة. ادرجة الحرارة مش مأثرة عليه. خلاص الهاروش من زمان آآ نشفت وتوم اللبيض من خمسة واربعين لخمسة وخمسين. لحمر من خمسة وستين لخمسة وسبعين. المقروض في لبيض بسبعين والمقروض آآ في اللحمر بتسعين جنيه. طبعا الفصوص بتبقى حسب يعني كمان يعني امتلاء الفصوص او امتلاء الروس بالنسبة للمقروض والفصوص اللي هي الفرض. الخيار من تمانية لاثناشر في خيار السوب وصل لعشرين آآ جنيه. فترة الخيار والفلفل آآ مش هتطول كتير. اللامون آآ الاصفر الناشف من اتناشر لخمستاشر. الجزر آآ من ستين لتسعين الفرنساوي واليابان الزغير من آآ مية لمية وعشرة. والفلفل الرومي الاحمر من سبعة لتمانية جنيه. البتنجان الرومي من اربعة لتمانية وطبعا تفاوت الاسعار اللي احنا بنقول من اربعة لتمانية. حسب الزرع القديم والزرع الجديد العروس من عشرة لاتناشر جنيه. في النهاردة ارتفاع في اسعار البتنجان وخاصة البتنجان العروس. المخدد كمان اعلى من الابيض. المخدد من عشرة لاتناشر. والابيض من تمانية لعشرة. آآ متابعين على سوق العبور آآ اليوم لو فيه حد متابع معي على الفيس. الطماطم بنزل الارض. وبروح جميع الاراضي في اه يعني اماكن مختلفة. وبجيب لكم تأدير العبداية جوة الارض. عموما الطماطم من مئة واربعين لمئة وسبعين. وصلت في السوق من متين ل متين وعشرين جنيه. والكوسة النهاردة طبعا الكوسة المجراحة القدامنا دي بتمانية جنيه. لكن الكوسة النظيفة من اربعتاشر لخمستاشر جنيه. الفلفل بسكرة من تسعة لعشرة جنيه. الناس اللي بتسعيل على ورق العنى برق العنى من خمسة وتلاتين لاربعين. والفاصول هي بعشرين جنيه. والقاس من عشر الاثناشر. الفلفل الروم اللي قدامنا ده من تمانية لخمستاشر. البامية كتير. وخمسة وعشرين تلاتين. وهي البامية الخضرة لسه قدامنا. بيقول له حضرتكم. يعني الشجرة الصغيرة بتاعت البامية دي بتقعد تطلع كده ممكن توصل لغاية متر متر ونص وكل ما ناخد منها من فوق. تطلع لنا من تحت من آآ وربنا يعني يزيد الخلف. في فترة قدامنا ممكن نخزن بامية كتير. بقول له حضرتكم درجة الحرارة زي ما احنا شايفين كده مؤثرها على الزرع. يعني الفلفل اللي احنا جايبينه ده كان آآ اخضر ودرجة الحرارة هي مش على الشجرة نفسها احمر. البطاطس بقول لكم في بطاطس آآ تقليع لغاية الوقت في تقليع جماعة ده برضو اللي حافز اسعار البطاطس في السوق. لولا كمية التقليع الكبيرة دي يعني آآ ما كانش حتى الناس اللي محطين آآ في تلاجات والتبريد آآ نزلوها دلوقتي ممكن يكون برضو خوف على الاسعار. ما تجيبش الاسعار اللي هم عايزينها في يعني يقللوا التكاليف والزبونتات هي قدامنا بتمنتاشر آآ جنيه. موضوع البطاطس هيطول معنا جماعة من شهر سبعة بقول لكم. هنقعد نتكلم في البطاطس لغاية شهر احداشر آآ في التقليع الجديد كل سنة وانتوا طيبين. وطبعا احنا المشكلة دي بنحكيها من اول آآ السنة وآآ يعني كمية التقاوي اللي احنا استوردناها عشان البطاطس الصيفي كانت آآ قليلة وجبنا كمياتها بالزبط وكمية الارض المزروعة آآ في مصر من البطاطس جبناها بالزبط يعني. وآآ انا دايما بقول آآ ان آآ حلقات العبور اليوم يا جماعة عاملة زي آآ المسلسل كده بيبقى كلها متركبة على بعضها. يعني آآ ازا كنت بتشوف القناة لأول مرة ممكن ترجع لحلقتين تلاتة علشان تبقى ماشي معنا في نفس الخط. البرتقان آآ راجع المحطات اللي احنا جبنا الاول ده بتلاتة جنيه وقبل جدا جبنا القطيع وفرعنا بين القطيع ورجع المحطات والقطيع اللي بيبقى بالشجر بتاعه او الورق بتاعه من ستة ونص لسبعة. العنب من خمستاشر لخمسة وعشرين في ارتفاع في اسعار العنب السنة دي والعنب الرومي ابتدى ينزل السوق من خمستاشر لعشرين جنيه. والبرقوق آآ يعني اختفى من السوق سانتروزا وجميع انواع آآ البرقوق وده البرقوق الافريكانو اللي هو المستورد اللي مصر بتزرعه من فترة آآ كبيرة. وده العنب الاسبيري والعنب الاسبيري قلنا عليه قبل كده اللي هو العنب الابيض المدور جبنا قبل كده الفرق بين الشمام اسماعلاوي وشمام بحر البقر. الفترة اللي اللي احنا فيها دلوقتي قال اللي كان تلوبه وقال للشاهد وقال للشاهد اللي العراقي جبناهم طول الموسم بتاعهم وجبنا كل العروات الزراعية آآ بتاعته. التفاح اغلى موسم آآ تفاح كان في صراحة اللي احنا فيه. الموسم اللي احنا فيه النهاردة فيه توفاح من خمستاشر لتلاتين جنيه. المنجة آآ بنجيبها على فترات على آآ سوق العبور اليوم وبنجيب اسعارها بتتراوح من خمستاشر لتلاتين خمسة وتلاتين اربعين جنيه. والمنجة طبعا احنا مستنيين المنجة بس يعني ايه تقتر شوية وتستوي شوية. لسه كل ما درجة الحرارة والوقت بتاعها البزرة اللي جوه لازم تستوي جماعة. حتى البزرة اللي ما ما استويتش مش هينفع حتى القمر. يعني آآ طالما البزرة ما استويتش مهما اتقمرت مش هاتبقى يعني جاهزة للأكل. وصلنا تقريبا لاخر الحلقة. وبنقول برضو لكل متابعين آآ سوق العبور احنا مشاكرين جدا لدعموكو. الكامل آآ لينا قربنا نوصل لخمستاشر الالف آآ مشترك في القناة. احنا بنتكلم على الفكهة والخضار والسمك وبنفرق بين انواع السمك لما بنتكلم على سمك زي البوري ده بنتكلم على بوري المزارع وبوري البحر وبني الكنال. وآآ جنباري زي ده من تلتمائة لتلتمائة وفمسين جنيه بنفرق بينه وبين آآ الجنباري برضو المزارع والجنباري السويسي وانواع الجنباري السويسي. شكرا اعزائي المشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله